نظمت جمعية والمكفوفين بتعز اليوم الثلاثة وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة تعز تنديدا بتجاهل السلطات لمؤلمة طالبها ورفع المحتجون لافتات تطالب السلطة المحلية للمطالبة بتثبيت المدرسين وبتزويدها بحافلات لنقل المكفوفين وصرف إيجارات مبنى المدرسة وتكاليف نقلهم إليها حتى يعودوا إلى دراستها وعدوا المكفوفين وانا سيعملون ساعة طنباصات سيغيروا لهم المبنى لكن للأسف وعود أصبحنا ندور الآن مخانعة في حرقات مغلقة وعدونا لكن كل واحد لم ينفذ لم يعملوا للمكفوفين أي شيء الطلاب وقفوا عن الدراسة بسبب إهمان الشرعية بسبب تساهلهم بسبب عدم المبالاة مع المكفوفين ولذلك خارقوا الطلاب يريدون أن يدرسوا يريدون أن يتعلموا ماذا عملوا للمكفوفين والله لا منظمات ولا قمعيات ولا مأسست ولا الدولة لم يعملوا للمكفوفين شيء